ولعلَّ عالمنا اليوم لا يرتابُ في أنَّه باتَ في أمَسِّل الحاجة إلى هدِّي صاحبِ هذه الذِّكْرَى مُحمَّد صلى الله عليه وسلم وهدِّي إخوانِه من الأنبياء والمرسلين صلواتُ الله وسلامُه عليهم أجمعين وذلك بعدما خسِر العالم المُعاصِر رهاناتٍ عاش على وعودها البراقة في إقرار السلام وإنهاء الحروب ما يُقارِب أربعة قرونٍ طوال أن يكن تحقَّق للإنسانية فيها من الرُّقي المادِّي ما لم يتحقَّق لها منذ فجر التاريخ وحتى اليوم إلا أنها في سباقها المادِّي المحموم عانت ولا تزال تعاني من فراغٍ هائلٍ في المعنى وفي القيم والقواعد الأخلاقية وبحيث أصبحت الأزمة أزمةً أخلاقيةً بوجهٍ عام وكان مبدأ التراحم أول ضحيةٍ خسرها إنسان اليوم وهو يُهرُّلُ نحو التعبُّد بأصنام الأنانية والأثرة وتأليه الإنسان وتقديم رغباته الخاصة وشهواته الجسدية وتحرُّره من ضوابط الدين وقيود الأخلاق الراقية وأصبحت وفرة المال وقوة الاقتصاد وتجارة السلاح هي المعيار الذي لا معيار غيره في تمييز الخير من الشر والحسن من القبح بل أصبح هو الحكم الذي لا رادَّ لقضائه في نزاعات عالمنا وصراعاته وحروبه التي إن دقَّت طبولُها لا قدَّر الله فإنها ستعودُ بنا وبحضارتنا وربما بين عشيَّةٍ وضُحاها إلى ما قبل حضارة القرون الوصدى ترجمة نانسي قنقر